منذ بداية فبرايا نتحدث أكثر حول العملات مع لنا قانون محددة أسواق مالية في اكوتي جروب لنا أهلا بك معنا اليوم يعني الدولار والرفليشن التريد وكل هذا الذي كنا نتحدث عنه خلال الفترة الماضية بأنه ما عودت الشهية ما عودت افتتاح الاقتصاديات ما عودت الفاكسينز وكل هذه المواضيع هذا من شأنه أن يضعف الدولار لا نلاحظ هذا اليوم هلأ بالنسبة للدولار الأمريكي متوقع أنه ما زال أنه حالة من الضعف سوف يشهدها هلأ ليه إذا بدنا نتحدث عن عوائد سندات الخزان الأمريكية عم نشوفها عم ترتفع على مستويات وصلنا خلال الأسبوع الماضي 1.60 عم نتحدث اليوم عن 1.45 هل الارتفاعات بعوائد سندات الخزان الأمريكية صاروا كلهم عم يحكوا أنه ممكن يكونوا فيه تحكم بأنه يتحكموا لو البنوك المركزي بمنح العائد على السندات لكن هذا أنا بتوقع الفدرال الأمريكي لن يستطيع أن يقوم بذلك لأن الفدرال الأمريكي بالعادة بيعتمد سياسة ليس الإجراءات المباشرة بأسواق السندات لكن بيتبع إجراءات بيخلي أن العوائد على السندات تضعف فربما يتجه لتوجه نحو برنامج شراء الأصول من خلال السندات الطويلة للأجل نحن نعرف أن السندات الطويلة للأجل هي العوائد عليها اللي عم ترتفع فبالتالي يتوجه لشراء برنامج شراء الأصول لتلك السندات لأمد استحقاق طويلة الأجل ربما يعني هاي أنه يعتمدها الفدرالي لأننا نعرف أنه الريبو وفوائد الريبو ارتفعت بشكل كبير كيف قام بيدخص يولي في القطاع المصرفي وبالتالي أدى لانخفاض الفائدة بالفائدة بالتالي سؤالك عن الدولار الأمريكي ما زال اتجاه الهابط أنا بتوقع للدولار الأمريكي وخاصة لأن هناك عم بيبحثوا المتدولين عن أصول غير نقدية بفعل ارتفاع التضخم وأيضا آخر إشي من صندوق النقد الدولي والمبادرة الأخيرة لذكرت أنه مربما توجهات البنوك المركزية تتجه نحو أسعار الفائدة ربما السلبية لم تحدد تحديدا بشكل عام نحو توجهات الفدرالي الأمريكي لو توجه لو شفنا أسعار فائدة فهذا احتمال انخفاض القدرة الشرائية للنقد ما ارتفاع للتضخم فأنا أرى ما زالت نظرتنا للدولار الأمريكي يعني ليست وليدة اللحظة وأنه مستمر في الاتجاه الهابط والعم نشوفه من التحركات الصاعدة فقط عمليات جني أربع وارتفاع في عوائز سندات الخزان الأمريكي اللي عم بيأثر على الدولار الأمريكي متى تتوقعين هبوط يعني عودة الهبوط من جديد أنا أتوقع عودة الهبوط متى أتوقع الهبوط يعني بعد نشوف بيانات الوظائف العمل الأمريكية وبيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية رح تظهر بكرة ونشوف شو رح يكون تأثيرة على الدولار الأمريكي بعد ذلك رح نشوف حزمة التحفيز الأمريكي وممكن نعطي بقى اتجاهات كيف رح يتحرك الدولار الأمريكي في ظل كل هذه العوامل خاصة إذا حزمة التحفيز الأمريكية رح تشكل مشكلة لو هناك معارضة من قبل مجلس الشيوخة الأمريكي على بعض النقاط من قبل الجمهوريين المتعلقة بحزمة التحفيز فهذا رح يكون تأثيره سربي على الدولار الأمريكي ولو بشكل إذا كان الخلاف رح يكون تأثيره إيجابي على الدولار الأمريكي لو تم تمرير حزمة التحفيز الأمريكي كما هي رح يكون تأثيره سربي على الدولار الأمريكي وخصوصا على المدى القصير على كلهم يعني ربما التصويت سيكون في نهاية الأسبوع في نهاية الأربعة المقبل ننتظر التفاصيل يعني حزمة التحفيز الأمريكي تعتبر الفاصل لكل ما يحدث في الأسواق سواء بأسواق العملات بأسواق الذهب الدولار الأمريكي والذهب سنتحدث عن الذهب ولكن قبل الذهب أشرنا العملات السلع شهدنا استفادة كبيرة لهذه العملات وخصة مع ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمعادن تحديدا النحاس المعادن الصناعية النفط يعني أسترالي نيوزيلاندي الكندي كل هذه العملات ارتفعت أمام الدولار هل تتوقع هذا المصاري الصاعد قد يستمر لعملات السلع؟ بالنسبة للعملات المرتبطة بالسلع كما ذكرت أنه هي باتجاهات صاعدة لأنه أولا هي مرتبطة بحركة السلع وعم نشوف أنه ارتفاعات كانت قوية وعلى السلع سواء عن النفط عن نحاس حققت ارتفاعات كبيرة إذا ستنين الذهب لأنه مرتبط بعوائد السندات الخزانة الأمريكية لكن التوجهات نحو العملات المرتبطة بالسلع وخاصة بهذه الفترة متوقع أنه الاتجاهات صاعدة في ظل حالة التفاؤل لعم تخيم بالعالم حول التعافي الاقتصادي فبالتالي ربما تشهد ارتفاعات متصاعدة وأتوقع للدولار الأسرائيلي مزيد من احتمالات الارتفاع هل هذا يعني بأن الذهب سيستمر في تعرض للضغوط؟ نعم الذهب بالنسبة لدي قصة فكل يوم قصة جديدة للذهب لكن التوقعات أنه 1710 هي منطقة دعم برأيي لأسعار الذهب وبالتالي نتيجة يعني عوائد المخاوف من عوائد سندات الخزانة الأمريكية راح ترتفع وعم يخلي أو ارتفاع عم يخلي أنه الذهب ينخفض لكن نحن ما زلنا منقول أنه التضخم راح يرتفع وحزمة التحفيز الأمريكية راح تكون الفاصلة إذا تم تمريرها بشكل كامل ورح يكونوا أنه فيه يعني ضغف سيولي يعني اتفاع في التضخم راح يخلي الذهب يرتفع لكن بالمدى القصير لا أستبعد أنه التراجعات أو يعني تقريبا استقرار لأسعار الذهب بهالفترة لكن عن المدى الطويل ما زالت يعني ربما النظرة ما زلنا نقول أنه إيجابية على إسعار الذهب لأنه نحن عم نحكي أنه احتمالات ارتفاع التضخم والمخاوف التضخمية ستبقى ثابت وحتى أنه البنوك المركزية لن تقبل بعوائز سندات الخزان الأمريكية ترتفع بشكل كبير لانا قرام وحدة مالية فيك باتي جروف شكرا تزيدا لك اشتركوا في القناة